الحقيقة المساحتين اللي هي احنا شايفينهم دول بتمثل حوالي 10-10.5% من مساحة كلية للأرض يعني يعني لو جمعنا المساحتين وشوفنا مساحة كلية للحديقة اللي هي 55 فدان ما اعتقدش انها هتعدي اكتر من 10-11% معظم المحلات ديات الحقيقة استفدنا زي ما قلت لحضرتك على الطريق الداخلي اللي هو غير مستغل كان طريق مرسوف احنا قلنا نشيل الطريق دوت ونستغل الصور ومساحة الصور الخارجية والداخلية وعملنا مجموعة المحلات ديات واعتقد ان الكاميرا شافت الكلام ديات وعملنا طبعا على المساحة ديات اللي هي الانشاءات اللي هي تمت اللي هي زي موضوع عادي بتعظم ارادتنا اللي بيتخلي الحديقة تفضل تحافظ على مستواها اللي احنا شايفينه دلوقتي حالي احنا طبعا احنا يعني عاملين ده مزايدة الحية ما فياش اي شك يعني الحية محقن دخلي كويس جدا المبالد دي كلها حضرتك بين بنصرف على الكهرباء بنصرف على المية بنصرف على الميكانة بنصرف على المرتبات بنصرف على الخامات بنصرف على كل شي احنا محتاجين الحية ما بنحتاجش للمحافظة في اي حاجة ما بنحتاجش لأي جهة تساعدنا في اي حاجة كل حاجة من وردنا ذاتية فبالتالي لازم نعظم ارادتنا من خلال المواقع اللي انا ما اقدرش تستفيد منه او اماكن انا مش محتاج لها فعلا يعني انا بدور على جزء ان انا اقدر تستفيد منه يقدر يعزم الإرضات وما يبقاش إضافة للمكان إلا إذا كان يضيف لها كموقع وكمكان يعني لا يمكن طبعاً حضرتك أي مشروع بيتعمل عشوائي طبعاً هو طبعاً فيه مشتري فيه خمسة اشتشارين عالميين كمان يعني يمكن حتى لما تفرج ونشوف المكان حاجة على أعلى مستوى يعني إنما مش ممكن طبعاً يبقى فيه حاجة عشوائية يعني مباني وإنشاءات بتتم بعشوائيات ما أعتقدش إن احنا نقدر نعمل حاجة زي كده المفروض إن فيه لجنة حضرتك بتبقى موجودة من المحافظة من المهندسين والسشارية موجودة يعني متحددة من قبل السيدة المحافظة لتسليم الموقع ومراجعة الرسمات والتأكد من خلال المباني والإنشاءات اللي بيتم تحت إشراف لجنة هندسية من الحي ومن محافظة القاهرة يمكن حضرتك الكاميرا لما دارت معانا في الجنينة شافة المشاتل اللي موجودة عندنا وكم المشاتل بمساحاتها تتعدى أكثر من 2500 متر الحقيقة دي بتغزي الحديقة وبتغزي الحدائق بتاعة الحدائق المتخصصة كلها سواء على المنطقة الشرقية أو المنطقة الجنوبية أو المنطقة الغربية بالإضافة عندنا مجموعة من نشاتل بردوكة في حديقة الحدائق اللي موجودة على نهر النيل الحقيقة بردوكة بيتمت بكل الجنين اللي موجودة فيه على النيل بالزهور والنباتات والأشجار اللي هي مسميرة ترجمة نانسي قنقر